الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليّا وليّ الله الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم على هامش الغدير هناك كلمة مشهورة تقال كثيراً أن يوم الغدير هو يوم تتويج المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بتاج الإمامة هذه الكلمة غير صحيحة غير دقيقة مثل هذه الكلمة كلمة مشابهة البعض يتصور أو لنقل يتوهم أو يزعم أن الإمامة مقام رفيع يحصل عليه الإمام لحظة استشهاد الإمام السابق يزعمون أن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صار إماماً لحظة استشهاد الإمام السابق وهو إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظة استشهاده صار هكذا يزعمون أمير المؤمنين إماماً هذا أيضاً غير تام غير صحيح الإمامة هي مقام رفيع سامي تكون مع الإمام منذ أول لحظة من حياته الإمام يولد إماماً نعم مع وجود الإمام السابق الإمام الإمام التالي إمام صامت في زمن النبي صلى الله عليه وآله الإمام القائم بالأمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين ليس هو الإمام القائم بالأمر في زمن أمير المؤمنين الإمام الحسن والإمام الحسين صلى الله عليه وآله هما إمامان ولكنهما ولكنهما إمامان صامتان الإمام القائم بالأمر في ذلك اليوم أمير المؤمنين صلى الله عليه وهكذا في سائر الأئمة لا أنه تصل إليه الإمام بعد استشهاد الإمام السابق لا يقوم بأمر الإمام يقوم بمهام الإمام بعد استشهاد أو في لحظة استشهاد الإمام السابق هو إمام إمام منذ الولادة يولد إماما هذا المعنى يستفاد من الروايات الشريفة العديدة مثلا من جملة الروايات الشريفة أذكر بعض النماذج هناك أحاديث شريفة عن النبي صلى الله عليه وآله بمعنى واحد ومضمون واحد في موارد عديدة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث شريف قال معاشر أصحابي إن علي مني وأنا من علي إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي اللهم صلى على محمد ومعلم محمد في حديث شريف آخر نفس المعنى النبي صلى الله عليه وآله يقول في حياتي وبعد وفاتي في حديث شريف آخر خليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد مماتي عبارات عديدة في مواقف عديدة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المضمون خليفتي في حياتي البعض يستشكل الخلافة لا تكون إلا بعد فقدان المخلف كيف خليفته في حياته أولا هذا رد على رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يقول خليفتي في حياتي أنت تقول لا لا يمكن أنت المستخلف أنت المخلف أم رسول الله صلى الله عليه وآله أنت تعرف معاني الكلمات أحسن من النبي صلى الله عليه وآله نعم في كثير من الأحيان كلمة الخليفة تستعمل لما بعد المخلف ولكن في بعض الأحيان تستعمل في زمن المخلف مع وجود المخلف ثانيا هذا ليس ردا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقط هو رد على الله عز وجل الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إني جاعل في الأرض خليفة خليفة الله في الأرض والعياذ بالله والعياذ بالله من هذا الكلام بعد فقدان الله عز وجل والعياذ بالله يعني الله عز وجل فقد والعياذ بالله من هذا الكلام أني جعلني في الأرض خليفة يعني ماذا الخليفة لا تكون إلا بعد فقدان المخلف أجيب فسأل لي هذه الآية نعم أحيانا تستعمل الكلمة لفقدان المخلف ولكن ليست دائما أحيانا تستعمل الكلمة أيضا استعمالا صحيحا مع وجود المخلف العبارة واضحة خليفتي على أمتي في حياتي في حياتي لا تقول أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام صار بعد استجهاد النبي لا 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 في حياته ثانيا نموذج آخر الحديث المشهور المتواتر النبي صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين إمامان النبي صلى الله عليه وآله ما قال سيكونان إمامين قال إمامان في كتب الأصول هناك بحث يعتبرونه من مقدمات الأصول بحث مفصل معروف ببحث المشتق هناك يذكرون العلماء أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالا وعلى خلاف في من تلبس بالمبدأ في الماضي أما باتفاق كما ادعى الاتفاق العديد من الأصوليين باتفاق الأصوليين إجمالا على الأقل المشتق مجاز في من سيصبح متلبسا بالمبدأ في المستقبل يعني ماذا يعني شخص يقول فلان عالم عالم يعني ماذا هذه الكلمة ماذا تعني تعني أنه هو الآن عالم وقد تعني أنه كان عالما أيضا سابقا على خلاف ولكن الشخص الذي سيصبح عالما نقول له فلان عالم بدون قرينة هذا غلط هذا مجاز يحتاج إلى قرينة قل فلان سيصبح عالما سيصبح سين أداة الاستقبال معناها أنه سيكون في المستقبل لا بأس جئت بقرينة بدون قرينة تستعمل الكلمة في من سيكون كذلك في المستقبل هذا مجاز يحتاج إلى قرينة بدون قرينة غلط شخص ليس شجاعا الآن تقول فلان شجاع غلط شجاع يعني الآن شجاع أو كان شجاعا في الماضي أما الذي سيكون شجاعا في المستقبل ليس من الصحيح أن تقول شجاع من دون وجود قرينة الشخص الصادق الشخص الذي يفهم معاني الكلمات لا يقول عن شخص سيصبح شجاعا لا يقول عن فلان شجاع شجاع يعني الآن شجاع إلا أن تأتي بقرينة النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث ماذا يقول يقول الحسن والحسين سيكونان إمامين سيكونان سين أداة الاستقبال النبي ما قال هكذا قال الحسن والحسين إمامان إمامان يعني ماذا يعني الآن هما إمامان هذا الحديث الشريف متى قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان بين الثالثة والرابعة من عمره الشريف الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان بين الثانية والثالثة النبي ماذا قال قال إماما يعني الآن هما إماما لا في زمن أبيهما في زمن الحكم الظاهر لأمير المؤمنين لا في زمن النبي صلى الله عليهما أجمعين وعلى آلهم رسول الله هو الإمام الناطق آنذاك هو الإمام القائم بالأمر ولكن أمير المؤمنين أيضا إمام إمام صامت الإمام الحسن إمام الإمام الحسين إمام صلى الله عليه عبارة جدا واضحة الحسن والحسين إمامان الآن إمامان ما قال سيصبحان إمامين سيكونان إمامين ما قال قال إمامان ثالثا أحاديث شريفة قطعا مستفيضة بل لعلها متواترة وفيها الصحاح تبين أنه لا يكون في زمن واحد إمامان ناطقان وإنما ممكن أن يكون هناك إمامان أحدهما ناطق والآخر صامت هذه الأحاديث واضحة الدلالة على المقصود واضحة الدلالة من جملتها صحيحة ابن أبي عفور عبد الله ابن أبي عفور رضوان الله تعالى عليه يقول للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هل تترك الأرض بغير إمام ممكن الأرض تخلو من إمام فقال عليه الصلاة والسلام لا قلت فيكونوا إمامان ممكن في زمن واحد إمامان قال عليه الصلاة والسلام لا إلا وأحدهما صامت لا يمكن إلا أن يكون أحدهما صامتا ممكن أحدهما صامت في حديث شريف آخر صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال قلت له نفس المعنى تقريبا فارق بعض الكلمات الدقيقة تترك الأرض بغير إمام قال عليه الصلاة والسلام لا فقلنا له تكون الأرض وفيها إمامان قال عليه الصلاة والسلام لا إلا إمام صامت لا يتكلم ويتكلم الذي قبله شبيه هذا الحديث صحيحة عبيد بن زرارة بن أعين الحديث الأول في كمال الدين لشيخ الصدوق صفحة 233 الحديث الثاني في بصائر الدرجات صفحة 5106 الحديث الثالث صحيحة عبيد بن بزرارة أيضا في بصائر الدرجات أنا رأيت الحديث في مختصر بصائر الدرجات صفحة 65 في المجلد الخامس والعشرين من بحار الأنوار الآن لا أتذكر الصفحة في الفهرسة يتمكن الإنسان أنا يبحث في فهرسة المجلد الخامس والعشرين ذكر مجموعة من الرواية الشريفة بهذا المعنى باب خصصه العلام المجلسي دعوان الله تعالى عليه في بحار الأنوار عن بعض هذه الرواية الشريفة دلالة هذه الرواية الشريفة بعد واضحة واضحة جدا إمام صامت يكون نعم إمامان ناطقان في زمن واحد إمامان قائمان بالأمر في زمن واحد لا يكون أحدهما يلزم أن يكون صامتا وأحاديثا شريفة أخرى وأحاديث شريفة أخرى لا القضية ليست فقط في الأحاديث الشريفة حتى في الآيات القرآنية الآية المباركة التي توجنا به الحديث سورة ياسين قلب القرآن الآية الثانية عشر من سورة ياسين الرقم أيضا مميز الرقم مرتبط برقم الأئمة عليهم الصلاة والسلام الآية الثانية عشر من سورة من سورة هي قلب القرآن سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كلام الله سبحانه وتعالى هذا الله سبحانه وتعالى الإمام المبين من هو واضح روايات وروايات وردت أن المقصود من الإمام المبين هو المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلم اللهم صلى على محمد وعلمه طبعا بين قوسين أقول عموما هذه الآيات القرآنية التي وردت في شأن المولى الروايات الشريفة كثير منها ليست خاصة بالإمام إنما الإمام الموجود بين الناس في ذلك الزمن كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأشير إليه هذا ورد في روايات شريفة أن المقصود ليس فقط أمير المؤمنين المقصود الإمام الحسن أيضا الإمام الحسين أيضا ولكن في وقت نزول هذه الآية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما كان بين الناس ما كان مولودا فأشير إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الآية المباركة ماذا تقول تقول وكل شيء سنحصيه أحصيناه أحصيناه فعل ماضي أم لا أحصيناه في الماضي قبل نزول الآية كلمة أحصى أحصى فعل ماضي ليس فعل مضارئ ليس بمعنى الحال أصلا من قبل أحصيناه ليس أنه حصل الآن في وقت نزول الآية لا وكل شيء أحصيناه في من سيكون إماما مبينا لا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ الآن هو إمام أو كان إماما أيضا هذه الآية متى نزلت هذه الآية في سورة ياسين سورة ياسين سورة مكية عندما نزلت هذه الآية المباركة المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لعل عمره الشريف كان أقل من عشرين سنة قبل الغدير بسنوات طويلة الله يقول يتمكن أحدا أن يشكك في سند الآية مثلا الله يقول في إمام مبين أمير المؤمنين آنذاك إمام إمام نعم إمام المعاجز التي ظهرت من الأئمة عليهم الصلاة والسلام معاجز الإمامة بعض المعاجز ظهرت من الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأمور أخرى بعض المعاجز ظهرت من الأئمة معجزة إمام معجزة إثبات إمامه هذه المعاجز كثير كثير منها ظهرت من الأئمة عليهم الصلاة والسلام في بداية أعمارهم في السنة الأولى من حياته في اليوم الأول من بعد مولده الشريف معاجز الإمامة بعضها ظهرت هكذا كثير لا بعضها كثير منها البعض يقول اليوم التاسع من ربيع الأول هو يوم تتويج الإمام صاحب الأمر رواح العالمين له الفداء بتاج الإمامة خطأ الإمام ولد إماما لا في اليوم التاسع من ربيع الأول بعد خمس سنوات نعم الإمام تحمل ثقل وأعباء القيام بالإمامة مقام الإمام القائم بمقام الإمامة القائم بمهام الإمامة هذا شيء آخر هذا غير أصل الإمامة مع وجود الإمام السابق الإمام السابق هو الذي يقوم الإمام التالي لا يقوم نعم الإمام صاحب الأمر رواح العالمين فداءه في لحظة استشهاد أبيه قام بأمر الإمامة طبعا لحظة استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام ما كانت في اليوم التاسع من ربيع الأول كانت في اليوم الثامن من ربيع الأول في وقت الفجر بداية الثامن من ربيع الأول هذه كلمة في بعض العصور لبعض الظروف الخاصة قالها بعض الشيعة كلام ليس صحيحا تتويج الإمام تتويج الإمام الإمام متوجبه تاج الإمامة منذ بداية حياته الشريفة يوم الغدير يوم تتويج المولى أمير المؤمنين بتاج الإمامة لا نعم يوم الإعلان العام أخذ البيعة نعم يوم تتويج المولى أمير المؤمنين بتاج عمامة رسول الله السحاب اسمها السحاب العمامة المفضلة العمامة السوداء للنبي صلى الله عليه وآله وهي العمامة المفضلة التي كان يلبسها أكثر من سائر العمائم هذه العمامة المفضلة جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله على رأس أمير المؤمنين في يوم الغدير اللهم أسأل على محمد وآله محمد علامة عملية على أن ما كان لي فهو لعلي صلى الله عليه وآله وهذه العمامة بقيت عند أمير المؤمنين وكان يتعمم بها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لعله العمامة التي كان يتعمم بها أكثر من سائر العمائم في زمن النبي أيضا الناس عندما كانوا يرون هذا المنظر كانوا يتذكرون ما صار في يوم الغدير وكانوا يتذاكرون أيضا هو النبي صلى الله عليه وآله ورد في روايات عديدة في مصادر الشيعة وغير الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على هذا المعنى كان أمير المؤمنين إذا أتى يقول النبي صلى الله عليه وآله أتاكم علي في السحاب في السحاب يعني ماذا شراح الروايات يقولون المقصود يعني متعمما بعمامة السحاب أمير النبي صلى الله عليه وآله كان يذكرهم بناء على هذا التفسير أن أمير المؤمنين دخل وهو متعمم بعمامة السحاب تذكروا تذكروا أنا ما قلته في يوم الغدير تذكروا أنني عممته بهذه العمامة المفضلة نعم هذا صحيح توج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير بتاجع أمامة رسول الله السحاب العمامة المفضلة أما الإمامة لا النقطة الأخيرة وليست الآخرة الكثير من المواضيع هنا موجودة هناك ثلاث نساء مؤمنات صالحات كل واحدة منهم تلقب بصاحبة الحصات ثلاث نساء صحابيات من صحابة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أم أسلم وحباب الوالبية وأم غانم أشهرهم حباب الوالبية أم أسلم كانت من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله أدركت النبي صلى الله عليه وآله قصصهم لماذا سميت هؤلاء بهذه التسمية صاحبة الحصات كل واحدة منهم عندها قصة معجزة مع العديد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القصة متشابهة يعني الذي حدث لهم في هذه المعاجز معاجز متشابهة أم أسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله ذهبت إلى بيت أم سلم النبي صلى الله عليه وآله كان غائبا إلى أن عاد بقيت عند أم سلم إلى أن عاد فطلبت منه أن يبين له علامة لوصيه هي كانت تعرف طبعا هي الرواية نفسها تدل على أنها كانت تعرف الرواية في الكافي الشريف المجلد الأول صفحة ثلاثمائة وخمسة وخمسين فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله علامة لوصيه النبي صلى الله عليه وآله أخذ حصاتا بالنتيجة ختم في حصات ختم في حصات الحصات صلبة طبعا ليست حصانة صغيرة حجر صخر يعني قطعة حجرية ختم فيها في بعض العبارات أن النبي صلى الله عليه وآله بيده الشريفة طحنه طحن هذا الحجر وختم فيه على أي حال ثم قال النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه أنه من فعل مثل هذا الفعل فهو وصيه خرجت أم أسلم من عند النبي صلى الله عليه وآله في زمن النبي في نفس الوقت ذهبت إلى أمير المؤمنين كانت تعرف كانت تريد علامة لعلها لغيرها ذهبت إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قالت أنت وصي رسول الله مضمون القضية الإمام أيضا ختم لها كما ختم رسول الله ذهبت إلى الإمام الحسن وختم لها كما ختم رسول الله ذهبت إلى الإمام سيد الشهداء وهذه عبارتها وإني لمستصغرة لسنه يعني الإمام الحسين كان في الثانية في الثالثة في الرابعة من عمره الشريف فختم لها كما ختم جده وأبوه وأخوه أما حبابة الوالبية حبابة الوالبية الشخصية مرموقة امرأة لبيبة عاقلة صالحة مؤمنة فاهمة معرفتها معرفة عالية كان همها هذه المعرفة كلما أكثر هي من صحابيات أمير المؤمنة عليه الصلاة والسلام ما رأت زمن النماء حضرت زمن النبي صلى الله عليه وآله حبابة الوالبية أم الندى حبابة بنت جعفر الوالبية جاءت إلى أمير المؤمنة عليه الصلاة والسلام طبعا عالية المعرفة كانت حبابة الوالبية رواياتها تدل هي من اللواتي روينا الروايات الفقهية اسمها يذكر في الكتب الفقهية أيضا حبابة الوالبية عندها بعض الروايات الشريفة روايات صحيحة تستند إليها وهي ثقة ورد توثيقها عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية مؤثقة يعني توثيق أصلي روايات بعض الروايات الفقهية أيضا حبابة الوالبية ذهبت إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يا أمير المؤمنين أريد علامة أخذ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نفس القضية تقريبا حجر صخرة حصات وختم فيها فظاهر الختم وبقي الختم في الحجر مثل قضية إبراهيم وقدم إبراهيم مقام إبراهيم عجاز ثم بين لها أنها ستدرك من بعده الأم عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذهبت إلى الإمام المشتبى صلوات الله عليه وختم لها كما ختم أبوه بعد استشهاد الإمام المشتبى ذهبت إلى الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فختم لها وبقي الختم في الحجر حجر صلب بعد استشهاد الإمام سيد الشهداء ذهبت إلى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام آنذاك هي تقول كانت في المئة والثالث عشرة من حياتها عمرها مئة وثلاث عشرة سنة طاعنة في السن امرأة كبيرة فأشار إليها الإمام فقط إشارة العبارة هكذا فأشار أشار إليها الإمام عليه الصلاة والسلام فأصبحت شابة طرية اللهم أصلى على محمد وعلي محمد شكلها ما أصبح فقط شاب لا يعني فقط شكلها أصبح شكل شابة لا واقعها أصبح لا أريد أن أذكر التفاصيل ورد بعض التفاصيل ورد في الرواية صارت شابة خلص شابة شابة بما لكلمة الشابة من معنى وختم لها الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في هذا الحجر وفي هذا الصخر بقيت إلى الإمام إلى زمن الإمام الباقر ذهبت إليه وختم لها ثم بعد الإمام الباقر ذهبت إلى الإمام الصادق وختم لها ثم بعد ذلك ذهبت إلى الإمام موسى بن جعفر وختم لها إلى أن بلغت في ذهبت إلى الإمام أبي الحسن الرضا أدركت ثمانية من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فختم لها الإمام الرضا صلوات الله عليه الإمام طبعا في زمن الإمام الرضا بعد أن أصبحت شابة بالإعجاز في عمرها في سنة يعني من عمرها مائة وثلاثة عشر عاما من بعد عمرها أصبحت شابة مرة ثانية بعد هذه القضية إلى زمن الإمام الرضا تقديبا مائة سنة صعر الطاعنة في السن امرأة كبيرة في السن طبعا جدا لبيبة وعاقلة جدا فاهمة معرفتها جدا عالية قصصها عجيبة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال لها أقرأ لكم بعض المقطع من القضية القضية هذه مذكورة في كتاب الكافي مذكورة في كمال الدين لشيخ الصدوق مذكورة في دلائل الإمام الطبري مذكورة في مصادر عديدة إذا أردتم تفصيل هذه القضية الذي وجدته أكثر تفصيلا في كتاب الحسين بن حمدان الهداية الكبرى الحسين بن حمدان معاصر للكليني كان توفي بدايات الغيبة الكبرى قبل 1106 سنوات توفي كتابه كتاب جدا جدا جميل مليء بالأحاديث التي قد لا يجدها الإنسان في مصادر أخرى هو أيضا معاصر للكليني شخصية في كتاب الهداية الكبرى القضية مذكورة بالتفصيل ذهبت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تكلمت مع الإمام الرضا الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام بشرها بقضايا مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تكلمت معه فقال لها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال لها في نفس كتاب الهداية الكبرى الحسين بن حمدان صفحة 167 قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يا حبابه ترين بياض شعرك ذاك الوقت قريب 220 سنة تقريبا لعله من عمرها قلت بلى يا مولاي قال يا حبابه أفتحبين أن تريه أسود حالكا كما كان في عنفوان شبابك قلت نعم يا مولاي قال يا حبابه ويجزيك ذلك أو نزيدك كافي هذا المقدار أنه شعرك مرة واحدة يصبح شعر أسود هذا المقدار كافي أو نزيدك فقلت يا مولاي زدني من فضلك عليه قال عليه الصلاة والسلام أتحبين أن تكوني مع سواد شعرك شابة الشعر يصير أسود وتصبحين شابة أيضا فقلت يا مولاي هذا البرهان العظيم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنها سترى برهانا عظيما من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فقلت يا مولاي هذا البرهان العظيم قال عليه الصلاة والسلام أعظم منهما تجدينه مما لا يعلم الناس به شيء آخر ذاك الأعظم لأمير المؤمنين قال مو هذا شيء آخر أعظم من هذا لا أريد أن أتبين تفاصيل في الرواية مذكور التفصيل فقلت يا مولاي العبارة قصيرة ولكن تدل على مدى فهمها ومعرفتها إمام معصوم يقول لي أصنع معك المعجزة الفلانية أقول يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم يعني أنا أستحق ما قالت أنا أستحق ماذا قالت قالت تقول فقلت يا مولاي اجعلني لفضلك أهلا أنا لست أهلا ولكن أنت تتمكن أن تجعلني أهلا لفضلك هو فاضل فاضل لا بالاستحقاق غير أنه فاضل أنت تجعلني أهلا لهذا الفاضل كبارة جدا عظيمة فدعا حبابة تقول الوالبية فدعا بدعوات خفية حرك بها شفتيه فعدت والله شابة طرية غضة سوداء الشعر حالك اللهم صلى على محمد وعلم الإمام عليه الصلاة والسلام في المجلس تركت الإمام ذهبت إلى الداخل رأت ما كان أعظم ثم عادت إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تقول بعد أن نقلت هذا المقطع تقول فرجعت وخررت بين يديه ساجدة لله تعالى ثم قلت يا مولاي لاحظوا إخواني المرأة ما أصبح شكلها شاب شابة لا أصبحت شابة طرية لا أمراض صحة شابة شابة فتأت خلص بما للكلمة من معنى يعني تغيير جوهري ولكن لبيبة الإمام أمير المؤمنين قال لها أنها تدرك إلى الإمام الرضا كافي بعد بس فقلت ثم قلت يا مولاي النقلة إلى الله عز وجل فلا حاجة لي في حياة الدنيا أنا هذه المعجزة ما كنت أريدها لكي أعيش في الدنيا لكي أرى منك ما أرى من فضلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام دعا لها في الحديث أنها بعد تسعة أشهر توفيت حبابة الوالبية في زمن الإمام الرضا وقد كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الذي يتولى أمرها هو الإمام الرضا والإمام الرضا كفنها في قميصه وحضرت جهيزها وصلى عليها رضوان الله تعالى عليها هنيئا لها والله هنيئا لها الهنأ في الدنيا هذه إن شاء الله يشملنا فضلهم صلوات الله عليه عندها قصص عديدة حبابة الوالبية رضوان الله تعالى عليها وغيرها الثالثة هي أم غانم أيضا عندها قصة مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بلطفهم بكرمهم بجودهم أن يجعلنا من خيرة خدامهم اللهم زدنا حبا لمحمد وآل محمد زدنا تشيعا لمحمد وآل محمد زدنا اتباعا لمحمد وآله اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة